طب هابدأ أقول الطريقة بتاعت عشان نلحق وقتنا التحال طبعا التحال من الحاجات المحببة جدا لكن خلوا بالكم اللسان والتحال ليهم كفر بيتشد يعني بيتسلخ منه علشان نقدر نقطعه كويس ليه غلاف خارجي لازم نشيله يبقى اللسان والتحال ليهم غلاف خارجي بنشيله للا أول مرة يعمل التحال عندي تحال وعندي حوالي خمس فصوص طب مفرومين وعندي كسبارة مفرومة أرنفلفل أخضر معلقة صغيرة من الكسبارة المطخونة يعني كسبارة جفة وعندي ملح وفلفل وعصير لمون وزيت زتون ومية ممكن ما تبقاش المية تبقى شوية مرأ من اللي سلقت فيه التحال لأن أنا هسلقه التحال عشان هسلقه لازم أحطه معاه كمية يعني بصل كويس هحط معاه الورق اللورة كم فصحة بهان رشة ملح وفلفل كم فصين طوم جوه للمرأ بتاعه وهسيبهم يغلوا على النار وبعدين هحط فيها التحال أسلقه لما يتسلق هطلعه يهدى ويبرد هيبقى زي ده هشيل الغلاف بتاعه وليل حضراتكم دلوقتي حالة معانا تليفون معانا مادام ناهد سلام عليكم من حلوان يا خبر ياريت تحاولي تكلمينا تاني خط فصل حبيبتي بصوا اهو لي كفر شلناه بقى كده وبيبقى رائع ادي التحال خلاص هياخد بقى كده البلانشة الحلوة دي وبعدين هبدأ أقطع هنا حط الفحول عليها كده ونقطعه كده هنا وهياخد عايزة السكينة السيلفر يحمد شوف دي حامية ولا لأ كده وانا المخاصي سايبها كل ده بتتشرب كمية لإيه اه لا عايزة للتالي تتشرب كمية الخل اللي احنا حطناها وصوا معانا مادام سمير يا حبيبتي 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 إزاي عاملة إيه روح قلبي صباح الفل يا حبيبتي صباح الفل على عيونك حبيبة قلبي يسلم ايدك التحال ده أنا بحبه جدا يا روح قلبي يا روح قلبي نبعطه فورا هلا إيه خلبي حلوء بالسحنة فهنصوم خلاص آه أنتوا سيام العدرة إن شاء الله كل سنة وأنتوا ألف صحة وسلامة يا رب سي يا حبيبتي كل سنة وأنتوا طايبين مسحيين ومسلمين كل سنة وهم طايبين يا رب يسعد أيامكم جميعا أنا جاي العيد مع السيام بتاعكم مع السيام بتاعكم مع الشحقكم علي لا حبيبا حبيبتي بعد دقيقة إن شاء الله أنا بقى ناكل التحال وناكل كل حاجة كل حاجة إن شاء الله بإذن الله تكل كل حاجة بتساعدكم يا رب أريد أسألك على حاجة أموري بالنسبة للجلاش بيترى مني سوائل الجلاش؟ عايزاي بمقرنش كده وحالة أعمل ايه؟ انت بتعمليه ازاي بتحطيله اي سوائل؟ لا نقلله لا نقلله احنا اخرنا في اللبن على الصينية الكبيرة كوباية كوباية وبيضة 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 واحدة وملح وفلفل ورش الجسط طيب اطعم بيها بس ومعلقتين زيت ومعلقتين زيت وان شاء الله ما تحطيش بين الجلاش كله زيت مش مهمة ولا اي حاجة اه بس كده هو بينه وبينك نجين هي اللي طلبه مني الحكاية ويدخل حبيبتي يعمليهولها وخليه في الفورن على درجة حرة متوسطة الاول ما تشغليش فوق يا مادام سميرة طيب هو هياخد اللول وحده مش محتاج تشغلي فوق والله طيب لحد ما يقرمش معاك وهتشيريه بأزيل فل لو قطرنا السوائل هيطرق قوي احط اللبن والبيت على طول اللبن والبيت بعد ما نقفل الصينية وديناها تقطيع كده خفيفة نروح رشين على الوش قبل ما يدخل الفرن يكون الفرن سخن من قبلها بربع ساعة بس كده طيب تسلم ايه تسلم يا روح قلبي تسلم شرفتينه ونورتينه طيب انا بصوا بقى بقى اقفل كده اهو هي بدأت بقى تتشرب خليني ايه اهو وتمام مع الخضار الحلو ده انا هسيبها تتشرب كده المخاصي شوية قطعت الطحال زي ما حضراتكم شايفينه كده وهجاوب على المجازيف حبيبتي اللي سألتني مبارح على العيشة المحمص مش نسيك يا حبيبي تقلبي هجاوب عليك لكن احنا قطعنا الطحال مش هنعمل اي حاجة غير لما نرجع بعد الفاصل نجاوب على الاسئلة ونعمل بقية وصفاتنا مستنى يا حضراتكم ودلوقتي بعمل الطحال احنا اتفقنا ان احنا سلقنا ازاي هنقول دلوقتي نصيحة الغسيل بتاعة الطحال هقولها لكم لكن بعد ما تسلق في البوكي جرني بتاعنا خدناه وقطعناه زي ما حالكم شايفينه ليه غلاف لازم نشيله من غلاف بتاعه علشان ليه غلاف زي اللسان بالزبط خلاص دلوقتي بقى دي المخاصي وبعدين احنا قلنا الطحال بتاعنا هناخد بعد ما قطعناه جده هناخد شوية من البصل والتوم علشان ايه المفرومين دول ادي التوم بسم الله الرحمن الرحيم و ادي شوية بصل مفروم و خليني ايه اقولولي على طريقة غسل هنخسل الطحال ما كان نفسي انزلها بس ايه عشان الوقت ادي ملح و ادي رشة فلفل و خليني هنا عندي خلي بس الفلفل بس اشوح البصل شوية هقلل كده في بقى عندي كسبارة جافة كمان رشة كده مع البصل تطعم البصلية حال بس احنا اول حاجة هنعمله هنحطه في ميا و لازم نشيل الطبقة اللي هي بتبقى حواليه كده طبقة بيدة بس شلوها بأديكو مش بيستكينها خلاص دي اهم حاجة في البداية و هنشيل كل الدهون بقى الدهون دي تتشيل كلها من على الجلد حواليه خلاص هنجيب بقى مياه هنخط فيها عصي اللمون و لازم هو ينزل فيها عشان يعني نبقى غسلناه خلاص احنا بقى مفيش حد يقطع الطحال قبل يتقطع بعد خلاص يبقى هسلقه بعد كده الخطوة اللي جاي بعد الغسيل ايه هحطه في حلة فيها بصل و فيها ورق لورة و فيها حبهان و فيها مستكة فيها البوكي جرني ده حتة كرفس ممكن هنزله فيها يتسلق سلق العادي تقطيعه بعد السلق بعد ما يهدى و يبرد ليه غلاف برا خارجي ده بنشيله و بعد ما بشيله بروح حلطون مقطعه هو كده خلاص فده شكل الطحال طيب نيجي بقى هنا انا بشوح له ايه شوح له كان فص طوم كده حلوين معايا بصلايا برضو كده مفرومة حطيت شوية من كسبرة الخضرة رشة ملح و فلفل و كسبرة جافة وبعدين هدى انزل كده الفلفل الحار و خليني بقى ياخد الطحال بسم الله الرحمن الرحيم كده شوية من عصير اللمون شوية خضرة كده و ايه دي رشة كسبرة و رشة فلفل و رشة ملح خلاص و هقلب كده تقليبة حلوة وبعدين هسيبه شوية في الخليط ده كده خمس دقيقين تشوح حلوة تشويحة حلوة و النار تبقى حامية قوي طوصة تحمى وبعدين خلاص طحال من الحاجات يعني مش محتاجة معاها حاجة خليني بقى نتكلم عن الفشة و الكرشة الفشة ما بتحبش الطماطم الكرشة بتحب الطماطم فانا دلوقتي الكرشة طبعا عشان نجيبها لازم تبقى بتتنظف اول تنظيفة لها لتنظيفة الكرشة ان احنا لازم اولا الكرشة تتغسل كويس قوي الاول بالملح وبفرشة كده وبشوية خل وبعدين اهم حاجة نضفتها بسكينة كده على خفيف بنزل اللي فيها ده بتبقى بيضة القشة اللي برا دي اللي بتبقى ليها لون بتتنزع خالص بتتشال يعني بتفصل لوحدها وبتبقى بيضة كده شبه الكاليماري شوي وفيه ناس بتعملها زي ما هي لما بتبقى يعني بتبقى متعبة لها قوي خلاص ادي كده ده الطحون بسيطاة بتبقى كده بتبقى Gree ошиб كده опас